اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتور خالد زكريا محمد أمين رئيس مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول عرض جهود الحكومة المصرية في دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة وذلك بعد توقف إصدار التقرير طوال السنوات العشر الماضية منذ عام 2011 وأضف المتحدث الرسمي أن التقرير المشار إليه يعتمد على الإطار المفاهمي الخاص بتحقيق التنمية الشاملة في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وتعزيز التنمية البشرية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وكذا تعزيز الاستدامة البيئية من أجل تحقيق الغايات وأهداف التنمية المستدامة ويستند التقرير إلى عدة محاورة رئيسية تشمل ما تم في الدولة من إصلاح اقتصادي والتأسيس لانطلاقة تنموية وبرامج الحماية الاجتماعية الهادفة نحو تحقيق عقد اجتماعي أكثر شمولاً في مصر والاستثمار في الثروة البشرية من خلال التعليم والصحة والسكن اللائقة بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية فضلاً عن إدارة نظم الحماية البيئية وكذلك تطوير عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع وقد وجه السيد الرئيس الحكومة في هذا الإطار بالقيام بالتوثيق الدقيق لكافة جهود الدولة التي شملت جميع القطاعات على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية وذلك لإتاحة البيانات الدقيقة والمفصلة حول ما يتم من جهود تنمية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر وهو الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة هالا زايد وزيرة الصحة والسكان والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية والدكتورة مايا مورسي رئيس المجلس القومي للمرأة الاجتماع شهد متابعة مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وقد وجه السيد الرئيس بأن يكون الهدف الأساسي من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي إلى جانب الارتقاء بخصائص السكان وعدم الاكتفاء فقط بتحقيق الضبط السكاني مع معالجة الموضوعات والشواغ للاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية كما وجه السيد الرئيس بتكامل كافة جهود الجهات المعنية في هذا الإطار بهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل يرتقي بجودة حياة المواطن من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية مع إلاء أهمية خاصة لإنشاء قواعد دقيقة للبيانات من شأنها تحقيق التواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع والاستفادة في هذا الصدد من الجهود الحالية لمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري وقد شهد الاجتماع استعراض المخطط التنفيذي المقترح للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يهدف إلى الارتقاء بكافة جوانب حياة المواطنين والأسر المصرية من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية حيث يرتكز ذلك المخطط على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي وبرامج التوعية والتعليم والثقافة إلى جانب التحول الرقمي والإطار التشريعي وذلك من خلال استهداف مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية مع ترتيب أولويتها وفقاً للمحافظات الأكثر احتياجاً والأعلى في معدلات الإنجاب الكلي وكذلك المحافظات التي يدخل في نطاقها المرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة كما تم عرض الأهداف من كل محور ضمن المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث يهدف محور التمكين الاقتصادي إلى تحقيق أكبر نسبة من الاستقلالية المالية وفرص العمل للسيدات للفئة العمرية من 18 إلى 45 فضلاً عن بلورة برامج حوافز إيجابية تساعد على التمكين الاقتصادي للسيدات من خلال تمويل مليون مشروع متناهي الصغر بينما يهدف محور التدخل الخدمي إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجماعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في حين يساعد المحور المعرفي على رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وكذا بالآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على زيادة التعداد السكانية كما يهدف محور التحول الرقمي إلى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية وكذلك سيقوم المحور التشريعي بوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني